الرئيس السيسي يشدد على هميات المضي قدماً في العملية السياسية في اليمن بنوايا مخلصة هدفها مصلحة الوطن في المقام الأول وزير والدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي التخصصي أمان ثلاثة وزير والنقل يعلن استقبال محطة تحيا مصر متعبددة الأغراض الدفاع الأولى من أوناش الساحة العملقة مجزو الظاهرة مشاهدين الكرام أهلا بكم استقبل رئيس عبد الفتح السيسي أمس بقصر الاتحادية الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة وشدد رئيس السيسي على أهمية المضي قدما في عملية السياسية في اليمن بنوايا مخلصة هدفها الأول مصلحة اليمن العليا المزيد في سياق هذا التقرير استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي بقصر الاتحادية الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بأخيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنية ضيفا عزيزا على مصر مهنئا سيادته إياه بتوليه مهم منصبه ومتمنيا له التوفيق في مواجهة التحديات التي تواجه اليمن والمضي قدما في العملية السياسية بنوايا مخلصة هدفها مصلحة اليمن في المقام الأول وصولا إلى حل مستدام ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويلبي طموحاته اشتركوا في القناة وعقدت جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين أكد فيها السيد الرئيس على متنة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين حكومة وشعبا واستعداد مصر للتقديم خبرتها لدعم ووحدة وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة وسلامة مؤسساتها الوطنية من جانبه أعرب الدكتور رشاد العليمي عن التقدير لمواقف مصر الثابتة والداعمة لأمن واستقرار اليمن والمحيط الإقليمي ككل مشيرا إلى تطلع اليمن إلى تكثيف التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعضة خلال الفترات المقبلة وعقب المباحثات عقد مؤتمر صحفي مشترك أكد فيه الزعيمان على سبل التعاون المشترك بين البلدين في إطار تعزيز الأمن في البحر الأحمر فضلا عن تبادل الرؤى بخصوص عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وأسبل تقديم الدعم لليانب اليمنية بما يمكنه من تجاوز الأزمة الراهنة حيث أكد السيد الرئيس على استعداد مصر لتعزيز التأهيد والدعم المقدم لإعداد الكوادر اليمنية في مختلف المجالات فضلا عن استمرار الدعم المصري للجهود الدولية للتغلب على الأزمة الإنسانية والمعيشية في اليمن وكذا تطوير البنية التحتية بها كما استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنية تطورات الأوضاع في بلاده وجهود الحكومة لاستعادة السلام والاستقرار والتحديات التي تواجه الشعب اليمنية الشقيق نتيجة لتدهور الوضع الإنسانية وأشد الدكتور رشاد العليمي كذلك بالرعاية والمعاملة الطيبة التي طلقها الجالية اليمنية في مصر معاربا عن التطلع لاستفادة اليمن من الخبرة المصرية في عملية إعادة الإعمار والبناء والتنوية وموضحا أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية تعد فريدة من نوعها وملهمة لكل الوطن العربي سواء على مستوى معدلات إنجاز المشروعات في كافة المجالات وكذا لتعامل مصر السياسي مع كل أزمات المنطقة بشكل حكيم ومتزن وهو التعامل الذي يأتي امتدادا للسياسات والتوجهات القومية الأصيلة التي تتبناها مصر إزاء القضايا الاستراتيجية للأمتين العربية والإسلامية شاهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي أمان ثلاثة مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير شاهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة أمان ثلاثة والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى لواء أركان حرب بكر محمد البيومي مدير إدارة الإشارة كلمة أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لإدارة الإشارة وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف المستويات والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة الإشارة مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالتحديث والتطوير لمنظومة التأمين الفني والإداري للنظم والمعدات الإشارية داخل القوات المسلحة كما ناقش عدد من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب إدارتهم للمواقف الطارئة وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات وكان الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مراحل المشروع عبر تقنية الفيديو كونفرنس والتي تم خلالها عرض التقارير والقرارات لكافة العناصر التخصصية المشاركة في المشروع أثناء مختلف مراحل العمليات كما ناقش عدد من المشاركين بالمشروع في تنفيذ مهامهم كذلك الأسلوب الأمثل لمواجهة المواقف الطارئة للتأكد من مدى قدرتهم على اتخاذ القرار العلمي المدروس أثناء إدارة العمليات مشيرا إلى أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية للمنظومة الإشارية بالقوات المسلحة بما يسهم في تعظيم الاستفادة من منظومة التحديث والتطوير التي تتم بكافة الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة أعلن وزير والنقل المهندس كامل الوزير أعلن عن استقباله لستة أوناش ساحة كهربائية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وهذه هي الدفعة الأولى وإشار وزير والنقل إلى أنه سيتم استقبال الدفعة الثانية من أوناش الساحة بإجمالي ستة أوناش أخرى نهاية الشهر الجاري وذلك لإتمام أعمال التركيب والاختبار موضحا أنه من المخطط أنه سيتم التشغيل التجريبي للبضائع العامة والسيارات منتصف يوليو القادم وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وتوفرها بالأسواق وقضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وقد تمكنت الوزارة في خلال 24 ساعة من ضبط 404 قضايا تأمونية بمضبوطات بلغت قرابة 36 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وقد تمكنت الوزارة من ضبط أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية وغير الغذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة وعن مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط قرابة 29 طن أيضا ضبطت الأجهزة الأمنية 609 قضايا في مجال قضايا المخابز من بينها 282 قضية خبز ناقص الوزن وتسع وتسعون قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط المخالفات والتلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية فقد تم ضبط أربع قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 15 طن للأقماح المحلية كان هذا مجازة الظهيرة مشاهدنا الكرام إلى اللقاء اشتركوا في القناة